على أحدى تلال بلدة فتأة في فتوح كسروان يربط دير سيدة الجبل وحيث منع الآخرون أطلق مؤسس فرقة النخبة في القوات اللبنانية المعروفة بفرقة الصدم حن العتيق الملقب بالحنون الحركة التصحيحية في القوات اللبنانية التي ضمت في صفها الأول رفاق الرئيس باشير الجميل الذين يضعون نصب عيونهم هدفا واحدا هو رد القوات اللبنانية إلى أصحابها من جؤد إلى فؤاد مالك والنائب السابق جاش كساب وصولا إلى مسعود الأشقر وشزاف الزايك مرورا بعدد من الوجوه الخمسينية القائد المؤسس لهذه الحركة صاحب شعار حيث لا يجرؤ الآخرون أسس قوات النخبة في القوات الصدم عام 82 خضى معارك عدة من بلة إلى زحلة فعيون السمان والمصاطب وصولا إلى الغرفة الفرنسية ومرورا بمعركة الأشرفية وحرب الجبل عين قائد لواء الدفاع في القوات عام 89 ثم نائب رئيس الأركان العملاني وبعد حل الميليشيات عين أمين الشباب في القوات سجن عام 94 لفترة شهرين ونصف الشهر ثم غادر لبنان عام 95 فعاد عام 2006 ليستقر عام 2010 ثم أطلق الحركة التصحية نحن نحكي مع دكتور جعجع أول شيء بداخل القوات إقصاء رفقاتنا عن داخل القوات درجة أولى اثنين عدم اهتمامهم بهالناس اللي ناضلت واللي ضحيت واللي اشتغلت واللي عطيت ومن ردد الفعل أنه هيدا طريقة هيدا تدخل من النظام السوري بطريقة غير مباشرة لزكزكة سمير جعجع بدنا نشوف أول شيء مين حرب القوات السورية وقت كانت محتلة لبنان مين حربها بعدين مين اللي بعت لسمير أمر العمليات طبع 13-20 أمر عمليات 13-20 اللي بعت له إيه غازي كان عام برابع جلسة سرية كانت لقل له بغدر ياس لحنا بعتنا لقلنا ولا بعته لسمير أنتم أكرم إلى 14 أو إلى 8 من أدار نحن لا 8 ولا 14 أنا بخطابي قلت نحن وطحد رايد غبطة البطريار كل راح من مؤسس الحركة التصحيحية إلى الأمين العام لقدامى القوات جوزاف الزايك القائد السابق لوحدات دفاع بيروت وقائد جبهة العقورة وعيون السمان خاض معارك بيروت والكارنتينة وتل الزعتر وحرب الشحار وحرب الفنادق كذلك رافق الرئيس بشيل جميل منذ البدء لا للتسلط بالسلطة والرئيس إلى مدى الحياة نعم للمداورة بالسلطة نعم للديمقراطية بقلب الأحزاب تحالفاته هي يعني بشير جميل يوم من الأيام حاربة الوهابية السياسية ده بنأجوا جربوا يعملوا شي هون من تاني ما يلي من يدعي أنه هو عم بيكفي له خطه يقول لنا فليحكم الإخوان بشير جميل حارب التوطين كان شعاره لعشر ١٤٥٢ للبنان ولبنان واحد من تاني ما يلي من يدعي متابعة خط بشير على طريقته يوافق حسب ويكليكس يوافق على توطين بين ١٣٠ و ١٥٠ ألف فلسطيني ولا بيكذب ما كذب يعني بوكب أنت خبية ١١١ ما كنت عاملوا ٢٠١٢ ونحن لدينا ٣٤ مرشحين هالمرة مش بس ٢٠ بين قوات فتأة وقوات سمير جعجع واد يفصل بينهما يحلو لمصادر جعجع التي رفضت الإطلال الإعلامية أن تعيد كل ما يحدث إلى الاستخبارات السورية التي لم توفر وسيلة لمحاصرة جعجع وإلغائه نتيجة تأييده للثوار السوريين فيما قوات فتأة تفضل الرد بالوثائق والأدلة لتكشف حقيقة هذا القائد المزيف على حد تعبيرها وإن غدا لنظره قريب رشال كرام قناة الجديد